بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي شهر رمضان كله بلا شك شهر استثنائي بس حلقة النهاردة حلقة استثنائية لي أنا شخصيا مش بس عشان دي حلقة بنتكلم فيها كمان عن ليلة الأدر لكن حلقة استثنائية كمان عشان إحنا بنتكلم فيها عن حادث أنا بحبه بحبه بيحرك قلبي إلى أبعد مدى الحادث ده حصل بعد غزوة حنين والحادث ده حدث ما بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بيحكي سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول لما أعطى صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطى من العطايا لقريش وقبائل العرب ولم يكن للأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسه يعني بعض الأنصار وجدوا في أنفسه حتى كثرت منهم القالة يعني الكلام كتر حتى قلق إلهم لقد دقى والله رسول الله قومهم إيه اللي حصل؟ يعني حضرة النبي إيه لقى أهله يعني إيه لقى أهله وإحنا مكناش أهله فدخل عليه سعد ابن عبادة سيد الأنصار حضرة النبي كان بيقدر سيدنا سعد أوي وهو حضرة النبي لألفي قوموا لسيدكم فانزلوه فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم يعني زعلنين شوية لما صنعت في هذا الفي الذي أصبت قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن هذا الحي من الأنصار منها شيء يعني الناس دولة ما نعلمش شيء قال فأين أنت من ذلك يا سعد حضرت النبي بيقول سيدنا يا سعد طبعا الكلام ده مش موجود في السن موجود في السيرة والكلام ده مهمة أوي أوي يقوله طيب وانت فين يا سعد فأين أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي أنا زيهم الحكامة تشهلت أول درجة إن سيدنا حساني من السابت إيه اللي حصل بدا الكلام وصل عند سيدنا حساني من السابت بالمسألة بقيت مسألة إعلامية خلاص بقى انتشرت بقى مع الشعر كان هو الأداء الإعلامية عند العرب سيدنا حساني مسابت ألف المعنى ده إيه ليه الأبيات من الشعر أذكر بعضها القصيدة طويلة الزادت هموم في ماء العين منحدر سحن إذا أغرقته عبرة درر وات الرسولة فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عد للبشر سماهم الله بكلما بقى على الأنصار هو بيكلم عن الأنصار وآميتهم وإزاي ربنا سبحانه على مكينه سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر ربنا سماهم الأنصار والدنيا متأججة والحرب مشتعل فحضرت النبي عمل إيه قال لي سيدنا سعد فاجمع لي قومك في هذه الحضرة في هذا المكان قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك في ذلك الوادي فإن اللي حصل ففي واحد من المواجرين جه فتركه ودخل ودخل ومعهم ناس آخرين فردهم قال لهم أنا مش عايز بس غير الأنصار ما حدش يجي هنا ما حدش يبقى موجود غير الأنصار بس فسيدنا سعد بيقول فقال اكتمع لك هذا الحي من الأنصار يعني أنا جمعت لك اللي أنت عايزهم يا رسول الله فرسول الله يجيه فحمد الله أثنى عليه بما هو أهله ثم قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة بقى ونسمع الكلام ده بقلوبنا مش بقلوبنا قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدتم في أنفسكم فهو حضرة النبي بيكلمه بيقوله وجدتم في أنفسكم يعني أنتوا زعلانين مني ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به وعالة فماذا كنتم عالة فأغناكم الله وعداءا فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى يا رسول الله المن والفضل لله ثم قال صلى الله عليه وسلم هم كده جاوبوا على حضرة النبي بس يبدو الإجابة دي مش هي الإجابة اللي كان حضرة النبي عايزة قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قال بماذا نجيبك يا رسول الله هم عايزين يقولوا نحن جاوبناك لله والرسول المن والفضل نحن هو جاوبنا قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم وصدقتم أتيناك مكذبا فصدقناك ومخزولا فنصرناك وطييدا فأويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فأولا ذي نفسه محمد بيده لولا الهجرة لكنتم رأم من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لا سلكتوا شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار اللي ورد في الرواية بيقول كده زي يقول ابنه شام وغيره فباك القوم حتى أخضلوا لحاهم بلوا لحاهم كأنهم حنوها بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقه يا الله على هذا المشهد مشهد عجيب بيكلم حضرة النبي فيه الأنصار وبيقولهم ألا يكفيكم أن يعود الناس بالشات والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله إلى رحالكم إحنا ليه جايبينا هذه الحادثة وإحنا بنتكلم على ليلة القدر لأن فيه ناس كتيرة بتشوف أن ليلة القدر هي ليلة واحدة الناس بتعيشها بس وتكتهد فيها علشان تاخد أجري عظيم كتير وفي ناس كل اللي لا يليهم لا يلي قدر إزاي تكون كل اللي لا يليهم لا يلي قدر لأنهم عايشين دايما مع الله ورسوله وعشان كده من المواقف اللي بحبها الموقف اللي احنا حكينا ده لأنه موقف بيحسسني بقد إيه نعمة ربنا اللي بني بيها على الصحابة اللي احنا مش تيين أنه نكون في هذه المنه اللي بني بيها على الصحابة أنه يكون معهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ليهم وأن ليلة القدر هي الليلة اللي تلاقي فيها نفسك قريب من الله ورسوله تعالى أقول لكم حاجة اللي عايز يفضل في ليلة قدر على طول ملوش حل غير أنه هو يبقى مع حضرة النبي لأن حضرة النبي ما بيكونش غير في حضرة مولاه وساعة ما تبقى في حضرة مولاه أنت هتكون عند الله غالي هيبقى كل عمل بتعمله مكتوب عليه هذا يأخذ نصيبه من المقام الذي هو فيه مش احنا بنقول أن الأعمال بتبارك وتعظم بعظمة المكان وبعظمة الزمان وبعظمة الأحوال والأشخاص أنت عايز تبقى عظيم القدر في ليلة القدر كن في حضرة مولاك طب إزاي فاكرين حضرة النبي صلى الله أو حضرة النبي كان بيقول للصحابة إيه هنا بيقول للأنصار إيه هنا بيقول لهم حاجة مهمة قوي عارفين إيه هنا ألا يكفيكم أن يعود الناس بالشات والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله طب هو إحنا لما نعود برسول الله إلى الرحالة نكون إيه إذا كنتم مع رسول الله فرسول الله يبيت عند ربه يطعمه ويسقي حضرة النبي بيبيت عند ربه يطعمه ويسقي ولذلك رضي الله عنهم رضي عن الصحابة إزاي بأن جعلهم في حضرة رسول الله فيصبحوا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى يعني إيه إلا هيبقى مع حضرة النبي هيبقى على طول قدره عظيم لأن قدرك بالقدر من تصاحب فإذا كانت في صحبة رسول الله كل ليلة هتبقى ليلة قدره عشان كده أهل الله كان يقولوا إيه لو غاب عني يا حبيبي ما عددت نفسي من الأحياء يعني إيه كل ليلة ليلة تقدر لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا في صحبته وفي حضرته طب إيه اللي نتعلمه من ده إحنا في ليلة القدرة عايزين نبقى مع حضرة النبي في ليلة القدرة عايزين نبقى مع حضرة النبي مش هنبقى مع حضرة النبي ليلة وتروح لا ده حضرة النبي هيسكن فينا الروح عايزين نحس بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله عايزين نعيش ده بقى فتعالوا نعيشه بقى نعيشه حقيقة حقيقة نعيشه في حياتنا رمضان ده في نفحات من أكبر النفحات اللي أنت ممكن فيها أن أنت ممكن تدخل في رمضان في صحبة حضرة النبي فتبقى زيك زي الصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقتوا لأحبابي أو اشتقتوا لإخواني فلو عملت كده هتبقى مع حضرة النبي أنا هقولك شوية حاجات تعالوا نتكلم معنا كده وإزاي تغير حياتنا ونبقى مع رسول الله أول حاجة أشعل الشوق في قلبك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدري دي لازم تشعل الشوق لحضرة النبي لأن هالجزاء الإحساني إلا الإحسان حضرة النبي كان مشتاق لك فإذا أنت اشتقت إليه فيقابل شوقه بشوقه فيضمك إليه يا سلام على ضمة قلب حضرة النبي لما يضمني لأنه مشتاق إلي فيأخذ بيدي فيدخلني على حضرة مولاي فلما روح أصلي الترويح أصلي الترويح وأنا بصلي الترويح فلما أسجد أسجد تحت عرش الرحمن وأنا مع حضرة النبي اللي هو قبق وسيني أو أدنى ولما أذكر الله أذكر الله وأنا أرى الله أمام عيني ولذلك أول حاجة اشتق لحضرة النبي يبقى النهاردة اشتق لحضرة النبي أسهل حاجة تشتق بيها لحضرة النبي أن أنت تصلي عليه بس تصلي عليه صلاة إيه صلاة خصة في قلبك وإذا ما كانت شديك صلاة قول الصلاة التفرجية ومش بس هي تفرجية تتفرجية وصلاة وصله وصلاة محبة اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيه تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتناله بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم صلى على حضرة النبي صلاة تملى قلبك قول اللهم صلي على من أشتاقه إلي حتى تجمعني به فأصبح لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي إلا في حضرتك يا قيوم فتبقى بحضرة مولاك أول حاجة الشوقية لحضرة النبي تاني حاجة اختار عبادة وعاهد ربنا أن أنت هتواظب عليها طول حياتك جبر للخاطر أو أنك أنت تختار أن أنت خلاص من النهاردة مش هسيب قيام الليل وعاهد ربنا واربط على قلبك ده خلي قلبك ده كأنه عقيدة في قلبك قلبك ما تسيبهاش واستمر عليها الحاجة الثالثة أن أنت لازم تعملها عشان تبقى مع حضرة النبي وتبقى الليلة دي ليه اللي تقدر وهتفضل على طول ليه اللي تقدر على طول أعمل حاجة في نفسك غيرها عشان كل ما تعمل الحاجة دي تحس أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مدلك نوره وبركته عشان تغيرها وأنا هقولك أكتر حاجة ممكن تغيرها وتقربك من حضرة النبي عارف إيه أن أنت ما تعجيش تعامل الناس بالأخلاق زي ما بيعملوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن للكل لو عايز تفضل مع حضرة النبي أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا خلي أخلاقك حسنا وتعالوا نقول لحضرة النبي وإحنا مشتقين إليه وحق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب اجعل كل الليالينا لا يلي قدر بإن إحنا نظل دائما في حضرة حضرة النبي واجعل يا مولانا دايما نترب على القيم اللي حضرة النبي علمها علمهنها واجعلها في قلوبنا وإحنا عارفين إن من السنن اللي انت جعلتها في الكون ده إنك بتطول مسافات فتطول مسافة بيننا وبين حضرة النبي واجعلنا يا رب بنحقق مقصودك اللي خلقتنا من أجله بإن إحنا نتعلم من حضرة النبي حسن العبادة ونتعلم منه كمان إزاي نعمر في الكون ويكون أول تعمير في الكون وتعمير قلوبنا بصحبة حضرة النبي شيل من قلوبنا يا مولانا إن إحنا نشك إن إحنا في صحبة حضرة النبي مملك قلوبنا بالنور يا رب العالمين وآخر حاجة يا سيدنا زكينا بإن إحنا نبص في حضرة في وجه حضرة النبي ونتأسى به ونعيش معه في أنواره يا رب ما تحرمنا أنواره وجعلنا من هذه الليلة في صحبة حضرة النبي على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا عشان نجاوب عليها جاءنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي هي بتحسسنا بأجواء رمضان وبتحسسنا كلنا أن احنا مع بعض وكمان الأنوار وأسرار رمضان اللي احنا بنحب نسمعها منكم ونشوفها دايما على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا وعنبتدي بأول سؤال من أسئلتنا وسؤال جاوبنا عليه كتير إن استناد في رمضان لكن السؤال بيقول أنا حامل والدكتور قال لي مش هسوم في رمضان أعمل إيه يعني مش هتسوم في رمضان ده عشان حامل يبقى إيه اللي هيحصل يبقى حضرتك هتنتظر الغاية إن شاء الله تضعي بالخير وبالسلامات وبالرحمة وباللطف وبعد كده حتى لو إنك أنت هتردعي والسنة الجاي مش هتقدري تصومي عشان الرضاع لو قال لك كده الدكتور تصومي بعد كده ومعلكيش فدية ولا كفار يبقى أنت عليك أن أنت تقضي الأيام اللي أنت أفترتها في رمضان حتى لو كانت الأيام دي كل رمضان فعليك أن أنت تقضي الأيام دي فقط السؤال بعد كده من حساب مها تقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت والدتي لديها مبلغ من المال تخرج عليه الزكاة في رمضان من كل عام وفي محرم الماضي جالها مبلغ بالغ النصاب لكن لم يحضر عليه الحول هي عايزة تخرج الزكاة كلها مع بعضها في وقت واحد يعني علشان ما يبقاش فيه لخبطة تتصرف إزاي أي زي ما أنت قلت كده عشان ما يبقاش فيه لخبطة إحنا بعد دراسات كتيرة وأبحاث كتيرة في حسابات الزكاة إيه اللي كان بيقول في حسابات الزكاة ناخد 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 تاريخين وناخد المتوسط ونطلع الزكاة عليهم لا إحنا بقى مشينا بطريقة لطيفة أوير إيه هي إن انت حد التاريخ في السنة زي ما والدتك الله يكرمها كده ربنا يكرمها والناس الكبار دولة عندهم سر مع الله سبحانه وتعالى فهي ما حد ده تاريخ تطلع على التاريخ ده أيا كان في الحساب ده هتقولي بس الفلوس اللي جات ما لها ما بلغتش النصاب يعني اللي بلغت الفلوس اللي جات ده المفروض يتعمل لها تاريخ جديد ويتمر عليها سنة عشان إيه تيحول عليها الحول لا يا ستي إحنا هنطلع على كل اللي في الحساب هي السنة دي بس هتطلع زيادة لكن السنة الجاية هتطلع بتمام المستحق للزكاة يعني السنة دي بس هي اللي هتطلع زيادة فاللي هي نوية عليه ده الصح وده وقت اللي عايزبط معاها الزكاة لأن مش ممكن أبدا نقول لها طلعي على الرصيد اللي فات اللي بلغ النصاب وبعدين احسب نصاب جديد للفلوس اللي جاية واحسب لها نصاب فاتطلع بعد كده خمس ست مرات على الفلوس اللي بلغت النصاب ويبقى عندها خمس أحوال في السنة تطلع الزكاة إزاي هيبقى صعب عليها قوي قوي يبقى هي تحدد زي ما هي عاملة كده تحدد تاريخ محدد تخرج فيه الزكاة زي ما هي أيرة كده أخرج الزكاة في أول رمضان فهي تخرج السنة برضو تخرج السنة كل سنة زي ما أنا عدت باللقتي خرجت السنة دي في أول رمضان يبقى تخرج في كل سنة على إيه؟ على أول رمضان وإن اللي حاصل بس كده هي مخرجة الزكاة على أموال بدري أبدا هي زكتة وإن شاء الله ده في ميزان حسنتها ويجوز إن هي تعجل لها بدري يبقى إيه إذن؟ يبقى هي تطلع الزكاة على المال ده وهي مش محتاجة إن هي تعمل نصاب تاني ولا محتاجة إن هي تعمل وقت تاني عشان تطلع في الزكاة وده اللي هنا كلنا مش لواردك بس حدده تاريخ محدد وده وقت اللي احنا بعد ما قعدنا نبحث الكلام ده في مؤتمرات الزكاة وفي مؤتمرات كانت معمولة لحساب الزكاة طلع إن دي أفضل طريقة لإخراج الزكاة على الأموال اللي بتدخل في أوقات متعددة في السنة مش هيقدر الناس يطلعوا الزكاة ويحسبوها لو إن إحنا ما عملناش دي فدي أفضل طريقة وصلنا إليها نطلع نحد التاريخ ونطلع عليه الزكاة في هذا التاريخ صحيح أول سنة هنطلع على أموال زائدة لكن بعد كده هتبقى الزكاة طلعة في وقتها وحتى لو عجلنا للأموال الأولى لكن في السنة اللي جاية هنبقى مطلعين الزكاة على الأموال اللي بلغت النصاب بدقة وبضبط بعد الفاصل ألقاكم عشان نكمل مع بعض أسئلتنا فألقاكم فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي احنا بنتلقاها وبتحسسنا بالدفء في رمضان وبتحسس إن احنا معاكم في كل أحوالكم وكمان لازم نستمر في تواصلنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والله تعسروا اللي احنا دايما بنتواصل عليها وبنتلقى كثير من التفاعلات اللي احنا بتكون خاصة في رمضان وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويخلينا دايما في تواصله في هنا وفي نور إن شاء الله السؤال اللي بعد كده سؤال من حساب علي يقول من فضلكم يا دكتور لدي مبلغ مالي في البنك ويبلغ النصاب ويدر الريع شهري ومبلغ آخر في البريد لم يبلغ النصاب ويدر الريع كل سنة ماذا أفعل في إخراج الزكاة وجزاكم الله خيرا أولاً إحنا دلوقتي عندنا المبلغ اللي عندنا كله أنت في زمتك زكاة في زمتك زكاة لإن المال كله بلغ النصاب المال كله اللي عندك بلغ النصاب مهما تنوعت أوعيته أنت دلوقتي واضح أن أنت حطت المالين؟ المال الأولاني ده وتحطه في شكل وديعة أو شهادة استثمار والمال التاني ده أنت حطه في حساب جاري أو شيء من هذا القبيل إذا كان الأمر كذلك فإحنا الفلوس بتاعتك كلها بلغت النصاب بس فيها نوعين فيها يعني المال اللي في زمتك بلغ النصاب مش هنخلي المال ده له نصاب والمال ده لنصاب لا هو كله بلغ النصاب فإحنا لو كان عندك مال تاني بتنفق عليه غير الأموال دي الأموال دي متدخرة وبتجيلك إذا كان معندكش معندك مال تاني بتنفق منه يبقى الأموال دي كلها هنحطها ونحدد تاريخها اللي عادي الأموال ونطلع عليها 2.5% كلها سواء كانت في شكل شهادة أو وديعة أو كانت في حساب استثماري يبقى الاتنين دولا هنطلع عليهم 2.5% مع بعض طيب لا يا سيدي ده أنا عندي إيه اللي حاصل عندي أموال والأموال دي فيها نوعين نوع في شكل شهادة أو وديعة ونوع تاني في شكل ماذا؟ في شكل حساب استثماري ليه بقى وإيه الفرق بقى؟ إن الوعاء الزكوي هنا يختلف لو أنت بتنفق من هذا المال إحنا هننتقل في المعالي اللي في شكل شهادة أو وديعة إلى حساب زكاة يشبه حساب زكاة الزرع والثمار ليه؟ مراعاة أن أنت بتصرف من ريع فهتخرج ساعتها 10% من الريع تخرج 10% من الريع بتعادها المال والمال التاني هتخرج منه 2.5% يبقى المال اللي أنت بتاخد عليه شيء سنوي إذا ما كانش في شكل شهادة استثمار أو وديعة لو كان في شكل استثمار شهادة استثمار أو وديعة وبيضر عليك ريع هيبقى هتطلع برضو عليه إيه؟ هتطلع عليه 10% من العائد بتاعه أنا لتفت الحقيقة دلوقتي أنت بتقول لي أن المبلغ الثاني في البريد فالغالب في البريد أن تحطه في شكل وديعة أو شهادة استثمار مش حساب استثماري فإذا كانوا الاتنين في شكل شهادة استثمار أو وديعة الاتنين هتطلع عليهم 10% إذا كنت بتصرف منه 10% من الريع سواء جالك الريع ده سنوي أو سواء جالك الريع ده شهري إذا ما كانش ده وإنت عندك أموال تانية بتصرف منها هتطلع 2.5% على الكل يبقى لو ما عندكش أموال وبتصرف من الريع ده الريع الاتنين هتطلع 10% من الريع لو عندك أموال تانية بتصرف منها هتطلع 2.5% على الأموال دي كلها طيب السؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفضلت الشيخ الكريم إليك سؤالي أنا سيدة أرمالة ومسنة ولي سمعة طيبة أنا وزوجي رحمة الله عليه وأنا أم لثلاث بنات متزوجات لكن ابنتي الكبرى متزوجة من 19 سنة من 19 عام وحتى الآن عنوان البطوقة بتاعها على نفس عنوان والدها المشكلة أنها تأخذ سلع وبضاعة من التجار بعشرات الألاف ولا تسدد والتجار ييجو على عنوانه ويطلبه بأمواله وأنا ليس معي معقد معي مقدرة لهذا فأنا عملت قطيع بيني وبينها خصوصا أنها قالت أني توفاني الله وأخذت عزائي هل أنا علي وزر في مقاطعتي لها تجنبا من الفضايح الحقيقة بنتك كانت لابد أن هي تعرف أنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل وخلينا أقول لحضراتكم حاجة مهمة قوي أن اللي بيشتغل في صنعة ويخاطر بأموال الناس قد يدخل في أنه بيأكل أموال الناس بالباطل يعني واحد ييجي يقوله هو ملوش في التجارة ولا عنده تجارة ولا بيعرف في التجارة يأخذ فلوس الناس وهو ما بيعرفش يعمل أي حاجة ويروح يتاجر بيها ولازم يخاف أنه ممكن يكون بيقع في أنه يأكل أموال الناس بالباطل اتقل الله سبحانه وتعالى لأن في الحقيقة التجارة دي لها قدرتها وليها مهارتها ولزايك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التاجر الصادق الأمين مع الكرام البرى يبقى إيه اللي يحصل لازم يكون صادق مع نفسه وبيعرف يتاجر ولا لا ولازم يكون أمين أمين على أموال الناس ما يروحش يخاطر بيها يخاطر بيها وهو بيأكل ويشرب باعتبار أنه هو بيتاجر وهو أصلا ما يعرفش في التجارة أنا بقول كده لأنه إحنا شفنا ده شفنا هذا الاستهلاك للناس اللي أنت عملتيه بنتك لازم تتنصح وتترك ده وخاصة أنت تتوب عليه في هذا الشهر المفترج وربنا سبحانه وتعالى يغفر له لازم تواجه نفسها أنه ما بتعرفش التاجر لكن تأخذ أموال من الناس أو ما بتعرفش الصنعة اللي هي بتشتغلها تأخذ أموال من الناس وبعد كده ترمي على الناس التانية أعباء أنهم ما يقوموا لا ما تسدديش مش واجب عليك أن أنت تسدد الكلام ده مش واجب عليك أن أنت تسدد الكلام ده لأن ده نوع من أنواع العبس وإحنا شفنا ناس كتيرة بتستنفذ أهلها وبتخليهم في حالة ضنك دائم واجع قلب وعملين زي الثقب الأسود بيبتلعوا كل مدخرات أهلهم وكمان بيتعبوا متعب شديد بنتك لازم تاخد قرار أن هي لو متعرفش تشتغل الشغلانة اللي هي فيها تتوب إلى الله ما فيش حاجة اسمها واحد بيعرف صنعة فيخسر يخسر يخسر على الدوام ده لا هو لازم يراجع نفسه الشخص اللي بيخسر في صنعة على الدوام على الدوام على الدوام وصر لأنه يشتغل نفس الصنعة دي ده إن شاء المصصدق مع نفسه وإنسان مش أمين على أموال الناس فلذلك القطيعة اللي أنت أنا ما يحب لش بمسألة القطيعة تواصلي معها بس صر على رأيك أن أنت ما تدخليش في ده وخاصة إذا كنت أنت ما تقدريش لو كانت بنتك صادقة تغير على عنوانها ما هو ده مش من الصدق أن أنا أحط عنوان تاني أنا كده مش لاجر صادق ومش لاجر أمين فلذلك اللي أنت بتعمليه ده من أنك أنت تحيلي أنه كل واحد يتحمل مسؤوليته ده الواجب عليها ويمكن ده يكون جزء من أن أنت تسعديها مش سمع حديث رسول الله سلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا كيف ننصره ظالما عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال أن ترده عن ظلم الناس الأموال بتاعت الناس دي ده ظلم لو هي بتاخد أموال الناس وتعبث بيها ده ظلم خليها تتحمل مسؤوليتها وتتقل الله سبحانه وتعالى في أموال الناس يا سادة الليلة النهاردة ليلة عجيبة ليلة أنا ما بحبش أن يتقال في الليلة دي أن هي أفضل من 83 سنة ما بحبش الكلام ده الكلام ده يكاد يكون بالصحيح لأن الأسلوب القرآني لما قال خير من ألف شهر ما كانش المقصود بيه الرقم كان المقصود إيه إن رقم الألف ده هو أعظم مبالغة ولذلك لما كانوا يقولوا إن الليالي كتير قوي يقولك ألف ليلة وليلة يعني فوق المبالغة ولذلك خير من ألف شهر يعني خير من الدنيا وما فيها ليه ما قالش خير من ألف سنة عشان ده ألاف السنين ده ده القياس بتاع العالم الآخر لكن القياس هيقول عليه خير من ألف شهر الليالة دي خير من الدنيا وما فيها اللي هيحزها هيبقى حاز كل ما يمكن أن يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبد في هذه الدنيا كملوا وأقبلوا على الله وعملوا زي ما قلنا النهاردة خلوا كل واحد فيكم يخرج من الليلة دي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب لا تجعلنا نخرج من هذه الليلة إلا وقد كتبتنا في أسماء المرء مع من أحب يا رب لا نخرج من هذه الليلة إلا ونحن من أهل محبة رسول الله اللهم إنا نعلم أنك تطلع رسول الله على أعمالنا فإذا أطلعت على أعمالنا يجعله يكون فرحا ويكون من أهل السرور فنقول في صحبتي صحبة النور جعلنا مع حضرة النبي فإنا نشهدك على أننا نشتاق إليه وأننا نحبه وأننا نحبه فيدخلنا على حبك فاقسمنا من حبك هذه الليلة ما تجعل قلوبنا في قلوب المحبوبين وقلوب الأبرار وقلوب المتخرين لا تبقي لنا ذنبا ولا تبقي لنا واجعا ولا تبقي لنا هجرا وقربنا منك واجعلنا من أهل رحمتك ومن أهل فضلك يا كريم فقراءك على بابك يلوذون بأعتابك فارحمهم وقسم لهم من خير ما قسمت به لأوليائك وأصحيائك يا كريم لذن بكرمك فلا تردنا خائبين واجمعنا بسيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة